مدارس هبط الله ترحب بكم وتقدم لكم مادة التربية الإسلامية للفصل الدراسي الأول للصف الأول الأساسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الدرس السابق تحدثنا عن أسماء القرآن الكريم من يعدد لي أسماء القرآن الكريم؟ ممتاز على من نزل القرآن الكريم؟ ما شاء الله بواسطة من نزل القرآن الكريم؟ من يذكر في أي مكان نزل القرآن؟ بارك الله فيكم أحسنتم والآن أعزائي الطلبة وعنوان الدرس الجديد هو آداب قراءة القرآن الكريم لعظمة القرآن الكريم ومكانته فقد كان لقراءة القرآن آداب خاصة به هل أحدا منكم يعرف هذه الآداب؟ آداب تلاوة القرآن هي أولا يجب عليك أن تتوضأ وضوءا صحيحا أعتقد أن أغلبكم يعرف كيف يتوضأ فلا تصح قراءة القرآن بدون وضوء حتى نكون على طهارة ثانيا يجب أن أقرأ بخشوع أي بتركيز وهدوء حتى أقرأ بطريقة صحيحة وأفهم ما هو الكلام المقرؤ ثالثا يجب البدء بقول الاستعادة ما هي الاستعادة؟ إنها قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذن ما هي الاستعادة؟ هي قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رابعا أقول بعد الاستعادة البسملة أقول بعد الاستعادة البسملة فما هي البسملة؟ إنها قول بسم الله الرحمن الرحيم البسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم والآن سأقوم بقراءة الدرس آداب تلاوة القرآن الكريم واحد أتوضأ وضوءا صحيحا اثنان أبدأ التلاوة بقولي أعود بالله من الشيطان الرجيم ثلاثة أقول بسم الله الرحمن الرحيم حسنا عزيز الطالب قم بنسخ الدرس على دفتر الدين وسأقوم بتسميع الدرس في المرة القادبة والآن سأقوم بحل تمارين الكتاب صفحة 17 و18 احفظ أو ردد مع معلمك أو واردتك كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما السؤال الثاني لون أسفل الصورة التي تدل على السلوك الصحيح توجد في الصورة الأولى عائلة تقرأ القرآن بهدوء وفي الصورة الثانية عائلة لا تقرأ بهدوء فأي صورتين صحيحة لون الصورة أو الدائرة الصحيحة الآن أخط بقلمي على حروف الكلمات أي سأمرر بالقلم على عبارة بسم الله الرحمن الرحيم الآن أضع إشارة صح أسفل أول عبارة أقولها قبل تلاوة القرآن الكريم يوجد لدينا صورتان الصورة الأولى مكتوب عليها بسم الله الرحمن الرحيم الصورة الثانية مكتوب عليها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن أقولها أولاً التي أقولها أولاً سأضع لها إشارة صح شكراً لحش باستماعكم وسنلقاكم على خير في المرة القادمة إن شاء الله شكراً لحش باستماعed سأضع لقلمي لجل على مرتك aime اشتركوا في القناة